مجزء لأهم الأخبار أهلا بكم مشاهدين كشفت وزارة الخارجية الألمانية أن المساعدات التي قدمتها بلادها إلى محافظة تأدلب بلغة 42 مليون يورو خلال عام 2019 وأشارت الوزارة في بيان لها أن المساعدات خلال هذا العام زادت 5 مليون يورو عن العام السابق من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للنزحين في المنطقة التي تشهد وضعاً إنسانياً كارثياً بسبب الحملة العسكرية لنظام روسيا غرمت السلطات التركية شركة فيسبوك 282 ألف دولار أمريكي لانتهاك قوانين حماية البيانات على نحو أثر على ما يقارب من 300 ألف مستخدم في تركيا وقال مجلس حماية البيانات الشخصية في تركيا أنه قضى بتغريم فيسبوك بهذا المبلغ بعد اختراق بيانات الترك شخصية كالاسم وتاريخ الميلاد والموقع وغيرها ولم يوضح ما حدث لتلك البيانات دعا وزير خارجية النظام وليد المعلم تركيا لتطبيق اتفاقية أضنى بدلاً من دخول قواتها للأراضي السورية في إطار تنفيذ المنطقة الأمينة وقال المعلم في مقابلة مع قناة الميادين إن على تركيا أن تختار بين أن تكون دولة جارة أو دولة عدوة لسوريا على حد قوله ترحت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب التابعة للنظام مناقصة عالمية لشراء واستيراد 150 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من روسيا فقط وأظهرت وثيقة لحكومة النظام كشفت عنها وكالة رويترز أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع من تشرين الثاني المقبل أعطى فصيل قوات الفهد مهلة لقسم شرطة المدينة في سويداء التابع للنظام حتى يوم السبت لتسليم الشرطي الذي تسبب بإصابة المدعو يزن العلي قبل يومين وقالت قوات الفهد في بيان لها أنها أجرى تحقيقات حول ما جرى مع العلي الذي تعرض لإصابة كادة أن تؤدي بحياته خلال مروره أمام قسم الشرطة في المدينة نافية إدعاءات عناصر القسم بأن يزن ورفاقه هم من أطلقوا النار على الشرطة قال موقع يورو نيوزين مهاجرين اثنين توفية حرقا داخل مخيم موريا بالجزيرة ليسبوس في اليونان وذكر الموقع عن المخيم شهد احتجاجات واسعة من طالبي اللجوء بسبب الظروف السيئة التي يعيشونها ونقل الموقع عن الشرطة اليونانية اشتباكهم مع مهاجرين أشعل والنيران في بساتين زيتون خارج المخيم وبعد دقائق أضرموا النار داخله ما أدى لوقوع ضحايا بهذا نصل وإياكم مشاهدين إلى ختام موجز الأخبار تتابعون التالي برنامج شباب لك إلى اللقاء اشتركوا في القناة